قالت الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة تواصلوا الضغط لتمديد وقف إطلاق النار في السودان وأكد المتحدث باسم الوزارة فيدن باتل أن واشنطن تنسق مع شركائها الإقليميين والدوليين المساعدة في تشكيل لجدة من أجل الإشراف على مفاوضات بشأن السودان تابعة الخارجية في بيانها أن واشنطن ترغب في مساعدة طرفي النزاع للتوصل إلى وقف مستدام للأعمال القتالية ترجمة نانسي قنقر